من أول كوب واحد لغاية 28 إيه اللي أضيف للعالم؟ الحقيقة هو أضيف للعالم إن التغيرات المناخية واترتها بقت أسرع التلوث والإنبعاثات الحرارية بقت أكتر أنا مش عايزة أقول نظرة سلبية لكن أنا بقول الواقع الموجود عندنا يعني بتهيئة للعالم كله والفرض العادي الطبيعي بقى حاسس أصلا بالتغير العادي في الطقس يعني فتخيل إن إحنا من واحد لـ 28 إيه الجديد أو إيه التطور اللي حصل؟ يعني أنا شايفة أن التطور اللي حصل إن زاد وعي الفرض العادي بأهمية موضوع التغيرات المناخية وإن أصبح الموضوع ده يعني بيحط العالم وبيحط الدول المتقدمة يعني في موقف حرج أمام مسئوليتها وإن أصبح هناك وعي إن الدول المتقدمة الخلافات وحسابات موازين القوى هي لمعرقلة إنها تاخد خطوات جدية في موضوع التغيرات المناخية وإن إن فيه فجوة الفجوة دي ما بين الدول النمية والدول المتقدمة لازم نوصل بأي حل من الحلول إن إحنا نقلل الفجوة دي علشان يعني الجيل اللي جاي والجيل اللي بعده يقدر يلاقي مكان يعيش فيه يمكن في كلمة الملك شارلز النهاردة هو بيقول إن عشرين خمسين هما الأجيال مش هيسألونا إيه القرارات اللي إنتو خدتوها هما هيسألونا إيه الخطوات اللي إنتو خدتوها علشان نقدر نعيش في بيئة نحتمل إن إحنا نكمل فيها يعني اللي أنا فهمت من حدثك إنه المؤتمرات التمانية وعشرين خدوا إجراء قرارات ما نوفيزاتش في معظمها يعني قمة باريس مثلا دي من قمة من مهمة جدا عام 2015 هما أخدوا قرار إن إحنا مش عايزين درجة حرارة الأرض ترتفع أكتر من 1.5 علشان ما يحصلش يعني كوارث طيب لغاية دلوقتي هل الخطوات دي اللي إحنا أخدنا إحنا لغاية دلوقتي بنقول يا جماعة إحنا في خلال ست سنين لو ما سرعناش من وطرة الخطوات إن إحنا نقلل الإنبعاثات عشان ما نزلتش عن 1.5 هنروح في اتجاه كارثي ولغاية دلوقتي في نفس النهاردة كوب 28 إحنا بنكرر نفس الكلام وبنقول نفس اللي تقال في 2015 كل حاجة بكل حاجة حضرتك فإحنا بنقول نفس اللي كان قرارات من ألفه بتاعت باريس 2015 لغاية دلوقتي إحنا قاعدين بنقول وتوصيات تنفيذ قرارات باريس 2015 لغاية دلوقتي إحنا لسه بننادي بتوصيات باريس 2015 وكل دولة هي بتقف تقولي البيان بتاعها أنا عملت إيه قللت إيه استخدمت طاقة نظيفة إزاي حاولت أقلل من البعثات إزاي إيه المشاريع اللي عملتها لكن في النهاية هي بتقول إن لازم إن إحنا نصرع الخطوات كل دولة بتعترف إن لازم يكون في خطوات أسرع من اللي هي موجودة دلوقتي على أرض الواقع إذن خلاصة اللي تم من 28 مؤتمر إنه الوعي العام زاد بالزبط وإنه الإحساس بالأزمة زاد جدا وزاد مش بس بحكم المؤتمر بيقول ده لكن لأنه ناس حرانة أو بردانة بإحساس أو الجو مغيم أو يعني تغيرات حصلت الناس لما سيتها طيب وموضوع يعني الأمن الغذائي والأمن الماء يعني السحي الغذائي والسحي المائي ما ده كله بيأثر على البشرية الناس شعرت دين بشرات طبعا طبعا سؤال أخير لحضوك هو سؤال يعني أساسي حقيقي يعني فهمنا كل حاجة في ظل الأزمة الضخمة جدا للمبعثات الحرية وطغير المناخ هل يمكن لدولة أن تنجوا منفردة وتعمل كل اللي هومورك تعمل كل اللي في الكتاب تنجوا منفردة تقدر لا طبعا لأن دي من القضايا العابرة للحدود يعني إيه عابرة للحدود هي مش بيقتصر على دولة واحدة وهي يعني مش بتستأذن هي بتدخل في كل الدول بدون أي استئزان والدولة ما تقدرش أنها تقف قصادها لوحدها يعني لو كانت الدول تقدر تقف قصادها لوحدها ما كانش هيكون فيه مؤتمرات سنوية بتناقش إحنا زينا تعاون عشان نقف في وجهة أزمة زي دي فدي أزمة عابرة للحدود ما فيش دولة لوحدها تقدر أنها تقف قصادها لكن لو كل دولة زي ما حضرتك بتقول عملت الواجب بتاعها لأهو أكيد إن احنا هنقدر إن شاء الله إن احنا نتصدق ونفرمل شوية من تدعيات التغيرات المناخية دي جاء بعد موزاجية استفدت منها واستفدت منها أكيد السيدة المشاهدة إنه دي قضية عابرة للحدود يعني حرف أو زيادة الحرارة في القطب الشمالي أنا مقدرش أوقفها بس هتوصل لي غابت بتتحرق في مكان بتأثر علي وأنا بالزبط كده بالتالي يعني التعاون إجباري صحيح ده إجباري طبعا أكيد أنا بشكر حضرك شكرا 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 سيدة الطرس والإدارة بجامعة ستة أكتوب سيدة الطرس سيدة الطرس وشكرا سيدة الطرس بنخرج فاصل ونرجع لفقراتنا الأخيرة حوالين غزة مرتين شكرا